السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم على فيديو جديد من اسلف حياتي. وكل سنة انتوا طيبين بمناسبة قدوم شهر رجب. اه كل سنة انتوا طيبين يا ربه وبالف خير. طبعا الشهور دي بتكون كلها شهور مفترجة وشهور مباركة. وبتحسسنا كده باجواء رمضان وروايح رمضان. وبنحس ان الرمضان كده قرب خلاص. وخصوصا بقى لما نبدأ في التجهيزات والتحضرات ليه والتفكير بقى في اننا هنجهز ايه او نقدر نحضر ايه من دلوقتي. وطبعا بداية كده يعني عايزين نفكر بعض باهم التجهيزات او التحضرات اللي ممكن نعملها من دلوقتي. آآ بقي شهرين كده على رمضان ان شاء الله شهر رجب وشهر شعبان. ممكن نعمل فيهم حاجات كتير ونجهز فيهم حاجات كتير زي ما متعودين مع بعض كل سنة. وآآ يعني بنفكر كده بعض بحاجات ضرورية. وعايز اقول بقى لكل اللي هيقول له شهر رمضان ده يعني شهر عادي زي بقى الشهور. هقول له لأ طبعا. وقف عندك كده مش شهر عادي خالص. آآ في اختلاف كتير واحنا يعني كستات بيوت وامهات بنفكر يعني بنفكر في رمضان ونجهز له ونحضر له ونحضر له من نواحي كتير آآ غير اي حد تاني في افراد الاسرة. يعني يمكن الزوج الولاد ما يعرفوش الكلام ده او ما بيتموش به او او ما يعرفوش ازاي الام بتتعب في شهر رمضان وبتبزل مجهود اكتر. بالرغم ان المفروض العكس بس خلينا واقعيين فعلا بنتعب اكتر وبنصرف اكتر. وآآ وبالرغم ان شهر رمضان بيكون فيه مثلا واجبتين بس الفطار والسحور. وبالرغم من كده آآ بنصرف فيهم اكتر من الايام العادية. ده كلام حقيقي يعني واقعي وكل ستات البيوت يعرفوا كده. آآ مش هنتكلم بقى كلام. لا المفروض نقتصد نوفر ده ما بيحصلش. الحقيقة يعني وكلنا عارفين اكيد وكل الامات عارفين كده. ان بيسترف فيه مصاريف اكتر. آآ بنعمل اكل اكتر. آآ بيبقى فيه عزمات. آآ بيبقى فيه استهلاك لحاجات كتير اكتر من الشهر العادية. وبيكون تعب اكتر بالنسبة للام. ليه يعني بقيت افراد الاسرة صايمين. بيجوا على الفطار والاكل الحلو معمول وكل حاجة. وبرضو الام صايمة ومطلوب منها هي اللي تجاهز كل حاجة. وتهتم برضو ببيتها بصفرة رمضان سواء على الفطار على الصحور. تهتم لو هتعزم حد آآ تهتم برضو ببيتها بالصفرة اللي هتقدمها لأي حد بيكون عزمات. يعني الحقيقة بيكون يعني مجهود وعبقى اكتر على على ست البيت او الام يعني بصفة عامة. وطبعا انا بقولي الام لان يعني الام يكون عندها اولاد. فطبعا بت 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 جهز لهم وبناء على عدد افراد الاسرة. انما لو ست بيتي يعني مثلا لو انت عروسة لسه او رمضان يجي عليك. ممكن ما تحضرلوش. ما تعمليش تفرزات. ما تعمليش تحضرات. يعني انا عن نفسي كنت كده. يعني حتى لما ربنا رزقني باول ابن لي. يعني برضو ما كنتش بفكر في موضوع التجهزات والتفرزات والحاجات دي. ليه? لان عددنا ليل يعني ما ما مش هبزل مجهود اوي اه مسلا معك ابن واحد طفل صغير ما بيصومش. اه مش هتحتاج تعملي حاجات كتير كده او لو انت عروسة جديدة زي ما بقولك او رمضان ان يجي عليكي. طبعا بيبقى في عزمات كتير سواء عند حماتك عند مامتك. اه يعني برضو ما بتضطرش ان انت تجهزي ولا هتتعاب كتير زي الامهات اللي عندهم كزا فرض يعني في الاسرة بتاعتهم. فبناء على كده بقى بنتكلم الامهات اللي عندها كزا فرض في الاسرة بتاعتها. ولازم تحضر لهم وتجهز لهم. وآآ بيكون على صفرة رمضان طبعا سايمين طولي اليوم وبيستنوا. آآ مامتهم تعمل لهم اكل حلو من اللي بيحبوه علشان يفطروا. ويبقى اكل كده يعني لزيز بقى وبيحبوه ومستنينوا طبعا على صفرة الفطار كل يوم. طيب ممكن نعمل ايه بقى من دلوقتي? آآ زي ما بنقول كده يعني آآ فاضل شهرين. ممكن من دلوقتي لو انت مسلا طبعا بقول لكم بنصرف اكتر في رمضان دي حقيقة. آآ فممكن من دلوقتي نقلل المصاريف ما نجيش قبل رمضان بقى نكون عايزين مبلغ كبير وعايزين نشتري احتياجاتنا سواء حاجات آآ يعني لحوم حاجات خضار آآ تجهزات بقى من اي نوع مشتريات عايزك جبيها للبيت او للمطبخ كل ده ممكن نعمل حسابه من دلوقتي ممكن آآ كل اسبوع وانت بتشتري طلبات البيت كل اسبوع تزاودي حاجة. آآ سواء بقى لو عايزة خزين لو عايزة حاجة للحلويات لو اي حاجة بقى بتشتريها زيادة آآ مثلا عبود شوكولاتة زيادة آآ كيسة سيميت بسبوسة زيادة آآ اي حاجة كنافة ممكن انا بشتري كنافة قبل رمضان على فكرة انصاص كده واشيلها في الفريزر وده وقت ما عاوز اطلع على طول ما انزلش بقى وانا عايزة اعمل كنافة النهاردة انزل اشتري واجيب عشان عايزة اعمل لأ الحاجة عندي في الفريزر قبل رمضان بفترة طويلة وده اللي عايزين نتفق عليه او نتكلم فيه النهاردة عشان نوفر على نفسينا ونسهل على نفسينا ان شاء الله في رمضان طبعا القطايف بنعملها بادينا آآ العجنة بتاعتها وعملتها معاك وقبل كده وممكن اعملها معاك ان شاء الله السنة دي من ضمن التحضيرات ووصفات يعني رمضان حاجات كتير او ممكن نحضرها تجيبي بقى اي حاجة خاصة بالحلوات او خاصة بخزين البيت تزاودي اي حاجة على حسب بقى احتياجك بتستهلك الرز اكتر زيت سمنة اي حاجة بقى من بتاعت البيت تزاودي وتشيليها كده تعملي لها ضرفة مخصصة علبة منظم اي حاجة بحس ان الحاجات الزايدة دي هتستخدمها في رمضان سكر طبعا عشان العصاير بنعمل طبعا حلويات وعصاير واكل عادي عشان كده بقى لكم بنصرف اكتر لان يعني فعلا بنعمل اكل اكتر وحلويات بقى وعصاير يوميا وكل وممكن كمان تشيلي الفلوس يعني لو مش عايزة تشتري من دلوقتي حاجة ممكن تشيلي الفلوس كل يوم تشيلي حاجة او لما تطلع من السوق اللي تبقى معاكي ولو اي حاجة فكت تشيليها في علبة كده بغطى او في برطمان بغطى اي حاجة كده جنبك في المطبخ تطلع من السوق تحط الزيادة معاكي او قبل ما تنزلي السوق تشيلي جزء كانك صرفتي تشيلي كده في العلبة دي اللي بقولك عليها اللي مخصصها لانك تشيلي الفلوس تيجي قبل رمضان تطلع الفلوس هيكون مبلغ معاكي وتبدأ تشتري حاجات زيادة من اللي هنستخدمها في رمضان يعني عندك الحلين دول واللي انسب لاي واحدة فينا تعمله وعندنا كمان ممكن نعمله دلوقتي التفرزات ودي اهم حاجة يا جماعة التفرزات دايما طول السنة بتنفعنا جدا التفرزات نعبالكم بقى في شهر رمضان وخصوصا دلوقتي في خضار الشتاء ممكن نعمل منه تفرزات كتير اه وكل ده كنت عاملا معاكو قبل كده نفرز موجودة دلوقتي البسلة الفاصولية القلقاس اه الجزر اه السبانخ حاجات كتير او ممكن نفرزها فواكه برضو ممكن فراولة برتقان كل ده عاملا معاكو برضو قبل كده اه حاجات كتير ممكن نفرزها وكمان المخللات ممكن نخلي اه ارنابيت نخلي الجزر نخلي الليفت في حاجات دلوقتي في الشتاء كتير ممكن نخليلها اه زي ما تحبوا النوع اللي انتو بتحبوه او ولادكو بيحبوه تعملوا منه دلوقتي مخللات تفرزوا منه كل ده هنفعنا كمان الخضار اللي هنفرزه هنفعنا طبعا في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله اه بقى السنة لغاية ما يطلع تاني في المسلم اللي بعده هنستخدم كل التفرزات دي وبتنفعنا جدا طبعا في رمضان لو عندك هتقوم تعملي صنف خضار جنب حاجة تاني او جنب طبق جانبي بيبقى عندك سهل احسن ما تخيالي كده لو هتشتري وهتوضبي وهتحضاري وبعد كده تطبخي يعني بصراحة بتبقى مأساة وبيبقى تعب جامد جدا فعايزين يسهل على نفسينا علشان ما نتعبش ونبزل مجهود اكتر ويكون عندنا وقت فاضي كده نقدر حتى نقوم بعبادات زيادة لان ده في الاول في الاخر شهر عبادة يعني بنبقى صاهمين طول اليوم والسيام ده عبادة فيه صلاة ترويح فيه حاجات اكتر من الايام العادية فالام لو تعبى نفسيها طول اليوم ومنهكة ومش قادرة وهتيجي بعد الفطار مش هتقدر تقف على رجليها تعمل حاجة ودي حقيقة وكتير مننا بيحصل له كده ومطلوب منك تعمل كل حاجة في بيتك ومطبخك وتحضر صفرة على الفطار المميزة وكويسة لأسرتك وبرضو يعني المفروض اهم حاجة عندك العبادة بتاعت الشهر الكريم ده فما بيبقاش فيه وقت ولا مجهود ليها الحقيقة لو تعبنا نفسينا على مدار اليوم كده وهنلاقي نفسينا مش قادرين نعمل اي حاجة وربنا عنا جميعا يا رب يبقى التفريز انك تفرز الخضار او تخليلي الاصناف اللي بتحبيها فيه كمان طبعا قبل رمضان بنحب النظف بيتنا مطبخنا وده علشان لو هتستقبل اديوف عندك او حاجة يعني انا عن نفسي بحب زين بيتي ورتب ونظفه كأنه العيد بالزبط يعني عندي رمضان ده بعتبره عيد يعني تخيله شهر تلاتين يوم اه يعني عندك تلاتين يوم كأنهم عيد والعيد الفعلي بيبقى تلات ايام بس فليه ما يحتفلش بالتلاتين يوم يعني اكتر وبيبقى ايام كده جميلة وفيها بهجة وفرحة وايام مباركة اه ربنا يا رب يعني يدخلوا علينا كده في احسن حال جميعا ونكون كلنا كده في احسن حال يا رب اه فبنحب نزين بيوتنا يعني ننظف بيوتنا واخصوصا عندنا هنا في مصر ممكن البلد الوحيدة العربية اه اللي عندنا زينة جميلة في رمضان وبيلاقي مستلزمات رمضان والزينة والفوانيس والاضواء والانوار وكل ده منتشر في بلدنا كلها ربنا يا رب يجعلها بلد خير دايما ويعني يديم علينا الاستقرار وكل البلاد العربية يا رب الله هم امين فزي ما بقولكوا كده اه احنا البلد الوحيدة اللي عندنا زينة وبنحتفل والشوارع بتبقى مليانة زينة والبيوت كمان من جوه اه يعني صورتلكم مرة قبل كده في حيث سيدة الزينة بالجميل بيكون مليان شوادر وفوانيس وزينة رمضان و و و حاجات واقمشة وخيامية يعني ما شاء الله بيبدعوا في زينة رمضان من كل شيء مش الاضواء بس حاجات تانية كتير من اماش الخيامية والوان المختلفة و وديكورات وحاجات بتكون جميلة جدا لدرجة ان بلاقي اه كتير من بلاد عربية يقفوا يصوروا الشوادر ويشتروا مشتريات من زينة رمضان عشان ياخدوهم معاها لبلدهم لان مش متوفرة طبعا الحاجات دي اه عند البلاد التانية يعني اللي عندنا في مصر وده يعني اللي بيميز مصر بتلاقوه في رمضان ما شاء الله الشوارع كلها زينة والبيوت كل بيت بيبقى مزين وعمل زينة رمضان كده بالشكل اللي بيعجبه وعمل دكورات لرمضان بشكل جميل وكل ده بيزهر بيوتنا برضو بشكل حلو جميل وبنحس كده ببهجة رمضان وفرحة رمضان ولما يجيلك ضيوف بيلقوا بيتك نضيف مترتب متنظف زي ما بقول لكم كده تلاتين يوم بنعتبرهم عيد فطبعا لازم نبدأ بالتنظيف ده قبل رمضان بفترة بقى على حسب كل واحدة فينا الفترة المناسبة لها او الوقت المناسب لها هتبدأ بايه وبرضو طبعا هنقسم الشغل اه المطبخ كده ممكن نقسمه على كزا يوم البيت اه لو هتشتري حاجة جديدة وكمان تنظيفي المطبخ يبقى لها بوقت احسن ليه لانك بتكتشف حاجات تنقصاقي او بتلاقيك ركيب في المطبخ بتتخلص منها وتروقيه وتكتشف بقى لو حاجة نقصاقي طبعا بنيجي قبل رمضان بنحتاج اه يعني ادوات مطبخ اكتر اه وخصوصا لو طول السنة مسلا استهلكت حاجات كتير من كبيات شافاشة اطباق حاجات بقى بتتكسر على مدار السنة وطبعا بنحتاج ادوات برضو مائدة وكده اكتر وخصوصا لو جاينا ديوف تشوفي بقى اللي نقصك من خلال التنظيف وانك تشعيكي على دورة في المطبخ وتنظفيها لقيت حاجة قديمة بتستخدمهاش اتخلصي منها على طول لقيت حاجة نقصاقي داوينيها في ورقة عايزة اطباق عايزة كبيات عايزة شافاشة عايزة معالق وهكذا بحس ان كل حاجة نقصاقي تشتريها برضو قبل رمضان بوقت كافي وتحضريها وكمان يعني لو وكمان لو انت شايلة مثلا ادوات مطبخ او او اطباق او اي حاجة شايلهم في مكان مثلا بعيد او في النيش او بفوق او في بوفي او اي حاجة برضو بتحضري لها قبل رمضان تفضي مثلا ضرفة كده قريبة في المطبخ تخرج فيها كسات زيادة كبيات اطباق التقديم كل دا تحضريك كده وتخلي في مكان قريب منك علشان تسهلي على نفسك كل يوم ساعة التقديم او لو عندك ضيوف تكون محضرة الادوات اللي هتحطيها على الصفرة مثلا تاني يوم يعني تحاولي الجهزة على قد ما تقدري وطبعا ان شاء الله في فيديوهات عملية كتير لتنظيفات رمضان والمطبخ بقى والشقة وكده ان شاء الله يعني هبقى صورها معاكو وكمان في برضو وصفات مميزة وجديدة بازن الله برضو هصورها معاكو خاصة برمضان بقى على صفرة الفطار على صفرة السحور ان شاء الله وصفات حلوة كتير وعايز اقول لك بقى ان رمضان كمان السناجي هيجي وهي الدراسة لسه يعني شغالة ما العام الدراسي ما انتهاش وتقريبا هتبقى فترة امتحانات على حسب كل بيت بقى فيه آآ يعني مرحلة دراسية ايه بقى ابتدائي غير اعدادي غير سانوي غير جامعة وهكذا فطبعا كل ده بيكون مجهودة على الام لو انت بتذكر مسلا لولادك آآ لو انت هتتبعيهم هتهتم بموعدهم بدروسهم بيجيلك مسلا مدرسين في البيت كل دي عوامل هتحطيها في بالك ان انت عايزة توفق بين كل ده ورمضان اللي داخل عليك وعايزة تعمله تجهزات فعشان كده بنتكلم قبلها بشهرين اهو بحيس نرتب امورنا ونرتب افكارنا ونشوف هنعمل ايه بالزبط وبناء على كده نبدأ في التجهزات والتحضرات بحيس ان ما نتعبش نفسينا وما يبقاش يعني آآ عبء بقى ومجهود زيادة علينا سواء مجهود بدني او مجهود بقى زهني نفكر ونشيل الهم والحاجات دي فياريت من دلوقتي كده نحضر اولوياتنا واحتياجاتنا وكل اللي عايزين نحضره لشهر رمضان ان شاء الله علشان ما تتعبش وفي النهاية عايزة اقولك ان كل التجهزات والتحضرات هتتوقف على آآ يعني حالة كل ست فينا زي ما قلتلكم كده انت معاك كم ابن انت مثلا بيجيلك عزمات كتير في بيتك ولا انت اللي بتتعزمي برا اكتر آآ عدد افراد اسرتك سنهم آآ مثلا معاك اطفال صغيرين مش صايمين ولا كبار بيسوموا وهكذا كل واحدة فينا اضرب نفسها واضرب ظروفها تستن بقى وتحضر التجهزات وتفكر فيها بناء على عدد افراد اسرتها وبناء على كل اللي قلتلكم ده وكل سنة انتوا طيبين ويا رب تكون الافكار يعني السريعة دي كل سنة كده يعني يا ربنا ما قلت علينا عادة بنتكلم فيها ونفكر بعض فيها ويا ريت كل واحدة فيكو تكتبلي في التعليقات لو عندها افكار برضو لاي حاجة نجهزها او بتجهز او بتحضر لرمضان ازاي تقولينا في التعليقات وكلنا طبعا بنستفيد من بعض واللي عندها فكرة او معلومة تقولها لنا كلنا نستفيد ونجربها برضو طالما هتنفعنا ان شاء الله للا وكل سنة انتوا طيبين وبتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وان شاء الله آآ نعمل مع بعض كده فيديوهات حلوة كتير خاصة برمضان ونستفيد بها كلنا ونشجع بعض ان احنا نحضر ونجهز من دلوقتي بحس ان ما نتعبش في رمضان زي ما اتفقنا ان شاء الله ونتقابل على خير في فيديو جديد مع الف سلامة